قامت دولة الإمارات بإجلاء مواطنها ورعاية عدد من الدول من جمهورية السودان الشقيقة وعملت دولة الإمارات على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لتسع عشرة جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورسودان وتواجدهم فيها كما ستستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها قبل نقلهم إلى دولهم وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين قامت الدولة بإجلاء مواطنها ورعاية عدد من الدول من السودان وذلك استمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة مشيرة إلى أنها تضع المرضى والأطفال وكبار السن والنساء على رأس أولوياتها في هذا الصدد وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني مشددة على أهمية تكتيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان ترجمة نانسي قنقر